أصداء مسلسل العقاب والعفراء البدوي تخطط كل توقعات وأصبح يغرد خارج السربة بحسب مواقع التواصل الاجتماعي التي وضعته في مصاف مسلسلات عربية اجتماعية أخرى يعود النجم السعودي عبد المحسن النمر إلى الدراما البدوية هذا العام برفقة الفنانة السورية نسرين طافش في مسلسل العقاب والعفراء الذي يعرض على شاشة MBC دراما طبعا دائما شخصية البدوي مليانة بالرومانسية مليانة بالشجاعة في قيم معينة هي ثابتة بكل الشخصيات لكن الجديد هنا فيه التناقض داخل الشخصية ما بين حالة الحلم والحب والعاطفة والثأر والتناقض اللي يحصل داخل شخصية عقاب أعتقد أنه مختلف إن شاء الله وتكون بتقدم بقالب جديد ومختلف شخصية مريحل مريحل هذا إنسان طيب تقريبا هو الوالد الروحي لعقاب عقاب بتوفى والده ويكون طفل صغير فبياخذوا مريحل ويهتم فيه وربيه وينشئوا ينشئوا على المبادئ الأصيلة عن النخبة والمروء والصدق أم مسلسل يحكي قصة غريمين يتقاتلان إلى أن يرمي الحب بسهامه فيقعان في حب بعضهم البعض وتتحول علاقة الكره إلى حب مشغف معظم الناس بتحبوا بتتابعوا لأنه فيه أشياء بتختص بالأصالة بالمشاعر فيه قصص حب فيه قرب الناس من بعضها فعشان هيك بيكون قريب من الناس مختلف عن المسلسلات السابقة بأنه هو يعني مزج ما بين البدوي والغجر يعني فيه بدوي غجري بنقدر نسمي يعني العقاب والعفرا يعد مسلسل العقاب والعفرا من الأعمال البدوية القادرة على المنافسة وجد بالجمهور بالرغم من وجود العديد من الأعمال الدرامية البدوية متشابهة ماشد الفاسي العربية اشتركوا في القناة